أعزائي الطلاب مرحبا بكم في المحاضرة الأخيرة من محاضرات النحو العربي التي نتحدث فيها عن الفعل وعلاماته مع فعل الأمر ما هو فعل الأمر؟ ما تعريفه؟ هو ما دل بذاته على أمر مطلوب تحقيقه في زمن المستقبل المقصود بزمن المستقبل أي بعد زمن التكلم ما دل على حدث بعد زمن التكلم؟ ما دل على حدث متى؟ بعد زمن التكلم طيب ما علامة الفعل الأمر؟ له علامتان مقترنتان العلامتان في نفس الوقت مع بعضهما لا بد أن يتحقق في نفس الوقت أولا دلالته على الطلب يعني على الأمر قم اجتهد ذاكر أخرج وفي نفس الوقت أن يقبل نون التوكيد مثل قولك أكرمنا المسكين أكرم فعل أمر دل على الطلب هل يقبل نون التوكيد؟ أقول أكرمنا نعم يقبلها فهو فعل أمر لأن فعل الأمر علامته مزدوجة أنه يدل على الطلب أي الأمر مع قبوله معه في نفس الوقت مع قبول نون التوكيد مثل اجتهدنا ذاكرنا أكرمنا طيب لو أن الكلمة دلت على الطلب ولم تقبل نون التوكيد يعني جاءت بنصف بشطر علامات الفعل الأمر نقول مسميها هي اسم فعل أمر مثل كلمة صح أقول لك صح بمعنى أسكت بمعنى إيه؟ أسكت فيها طلبة لكن هل يصح أن تدخل نون التوكيد بعد صح؟ فتقول صحنى من أين جئت بهذه الكلمة؟ لا توجد في اللغة كلمة بهذه الصيغة فهي لم تقبل من التوكيد فهي دلت على الطلب ولكنها ولكنها لم تقبل بنون التوكيد نسميها اسم فعل أمر ومنها مثل حيعل أي أقبل طيب في ناحية تانية لو أن الكلمة قبلت نون التوكيد حكس اسم الفعل اسم الفعل الأمر دل على الطلب ولن يقبل نون التوكيد لكن الكلمة قبلت نون التوكيد ولكنها لم تدل على الأمر أو على الطلب فهي فعل مغارع كقول الله تعالى على لسان قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك نخرج الآن الآن نخرج يدل على الحال والاستقبال ولكنه قبل نون التوكيد لم يدل على الطلب ولكنه قبل نون التوكيد في هذه الحالة فهو فعل مضارع فعلامة الفعل الأمر علامة مزدوجة أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب فإن دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل أمر وإن قبل نون التوكيد ولم يدل على الأمر فهو فعل مضارع وبذلك نكون قد انتهينا من الفعل وعلاماته سواء أكان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا فإلى درس جديد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته